تحياتي لحضراتكم من جديد في هذه التقطية المتواصلة والمستمرة معكم على شاشة أكستفرا نيوز لآخر التطورات الخاصة بالانتخابات الأمريكية الرئاسية في هذا اليوم الحاسم من هذه الانتخابات وكما ترون على الشاشة الآن هذه الولايات المختلفة ومزالت الأصوات الخاصة بالناخبين والإدلاب أصواتهم في عملياتهم التصوطية مستمرة كما تشاهدون الآن على الشاشة وعلى الهواء مباشرة وكما تابعنا مع مفادي إكستفرا نيوز وكذلك مراسلين على مدار الساعة كل التطورات الخاصة وأراء المواطنين في هذه الانتخابات الرئاسية بشكل كبير والحرص على الإدلاب أصواتهم كما أن الولايات المتحدة الأمريكية بتشهد أعلى مشاركة تاريخية بالتصويت المبكر لعام 2020 رغم يعني جائحة كورونا يعني هذا الأمر ربما يصير الكثير من التساؤلات وأيضا يعني علامات الاستفهام البعض كان يتوقع بأن جائحة كورونا ربما يعني تقف عائق بشكل كبير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ولكن في هذا العام وفي هذه السنة بتشهد الانتخابات الرئاسية الأمريكية أكبر نسبة تصويت مبكر في تاريخها وأكثر من مائة مليون أمريكي انتخب يعني وأدل بصوته في العمليات المختلفة في الولايات المختلفة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لذلك يعني الكثير من المحاول ربما تكون يعني مطروحة على ساحة النقاش خاصة ماذا لو بالفعل ربحة يعني جو بايدن بهذه الانتخابات أو العكس يعني ربحة بولاية ثانية دونالد ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة على الملف الأوروبي هذا الأمر تحديدا سنناقشه عبر سكايب مع الدكتور عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية يحدثنا من العاصمة الألمانية برلين دكتور عبد المسيح تحياتي لحضرتك مساء الخير لك يا ولا ضيوفك الكرام وللساعد المشاهدين هذا المحور تحديدا والذي يتعلق بالرؤية الأوروبية لهذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية ماذا لو فاز جو بايدن كحزب ديمقراطي أمريكي في هذه الانتخابات أو العكس فاز بولاية ثانية دونالد ترامب كحزب جمهوري وتأثيره على طبيعة العلاقات الأوروبية الأمريكية يعني لا شك أن الفارق سوف يكون كبير جدا اليوم أوروبا برمتها تقف خلفها يعني أو ضد بشكل أو بآخر وصول ترامب مرة أخرى للسلطة وهي تقف خلفها بايدن في هذه الانتخابات لما شاب العلاقات الأمريكية الأوروبية في ظل وجود ترامب في السلطة في الحقبة السابقة في الرئاسة الحالية وبالتالي أعتقد أن الموقف الأوروبي اليوم يتطلع وبترقب كبير جدا إلى هذه الانتخابات لأن هذه الانتخابات ربما يعني يكون لها أو تحسن كثير من البلفات التي ربما كانت في فترة وجود ترامب في الرئاسة ليست بأفضل حالتها وليست أيضا محسومة بشكل كامل اليوم هناك من يقول بأن اليوم الإشكاليات أو ربما التوتر الذي شاب العلاقات هو سياسة ترامبية بحتة وهناك من يقول أن أيضا حتى لو إيجاء بايدن يمكن أن يكون جزء من هذه الخلافات قائم وأن هذا التراجع وهذه إعادة التموضع الجديدة التي بدأتها أمريكا في عهد ترامب ربما تستمر ولو بألية أو بشكل مختلف مع بايدن ولكن بكل الأحوال الجميع في أوروبا يميل إلى كفة بايدن أكثر بكثير من كفة ترامب ترامب طبعا له مواقف متشنجة جدا من الاتحاد الأوروبي وهو من وصفها يوما في 2018 بالعدو وهذه ربما تصريحات لم تصدر من أي رئيس أمريكي حتى الآن وبالتالي هذا ربما يعكس جزء من شكل العلاقة المتوترة بين الطرفين طبعا هناك ملفات عالقة كثيرة لها علاقة بالاقتصاد وبتداخل الاقتصاد الأوروبي والأمريكي في كثير من الملفات وحتى السياسات المشتركة وبالأخص طبعا أيضا فيما يتعلق بالبعد العسكري المرتبط بالنيتو وهذه الإشكالية التي تنامت بشكل كبير جدا بين الطرفين في الأوين الأخيرة كل هذه الملفات بحاجة بشكل أو بآخر إلى حسم بين الضفتين وأعتقد أن الترقب هو سيد الموقف لكي يستطيع الاتحاد الأوروبي أو الأوروبيون اتخاذ موقف أيضا محدد من أمريكا إذا جاء ترامب أعتقد أن التصاعد التوتر والخلافات والتباعد بين الضفتين سوف يزداد بشكل كبير جدا ولكن في حال جاء بايدن أعتقد أنه ربما يكون هناك هدوء دبلوماسي وسياسي بين الضفتين وهناك ربما مستوى أعلى من التصيير ما هي المكاسب المرتقبة من الجانب الأوروبي بالنسبة لفوز بايدن بشكل أو بآخر على أرض الواقع في الانتخابات الأمريكية بالنسبة للأوروبيين هناك ملفين أساسيين يعني ربما ملف الاقتصاد بشكل أساسي أو سلاس ملفات أساسية ملف الاقتصاد بشكل أساسي والتوتر والضرائب التي فرضت على كثير من الصادرات وبالأخص على مثلا منتجات الحديد والألومينيوم التي فرضها ترامب على الاتحاد الأوروبي إضافة لقضية البيئة وهي قضية مهمة جدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي أيضا وترامب انسحب من اتفاقية البيئة التي وقعت في فرنسا إضافة إلى ملف الناتو وهذا الملف الذي يحصم المتوقع من بايدن أن يكون له سياسات مختلفة أكثر مرونة وأكثر مراعاة وأكثر احترام لربما العلاقة التاريخية بين الضفتين وأن يكون هناك إلى حد ما تعامل دبلوماسي بمستوى أرقى كما يصفه الأوروبيون حتى اليوم أرقى من الذي ساد في عهد ترامب ولكن هذه القضايا حتى اليوم أكثر المتفائلين بمجيء بايدن إلى السلطة يعتقدون بأن هذه الملفات لن تحسم بشكل كامل مع بايدن ولن تختلف بشكل كلي أو مئة بالمئة من السياسة التي يتبعها اليوم ترامب إلى بايدن سوف يكون هناك إشكاليات كبيرة هناك من يقول أن حتى بايدن صرح بأنه يجب أن يكون هناك أيضا تبويل أكبر للنيتو على سبيل المثال من خبل اتحاد الأوروبي إضافة للملفات الاقتصادية المهمة والتي بشكل أو بآخر فرضتها ربما المعادلات الأمريكية الداخلية وبالتالي بايدن لا يملك عصى سحرية لكي يعيد العلاقات إلى سابق عصرها هناك متغيرات كثيرة إن كان في أمريكا أو حتى في الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى العالم تفرض ربما إعادة تموضع جديدة لأمريكا قادها ترامب وأعتقد أن من يأتي بعده سوف يكون له أيضا نفس السياسات ولو بآليات وبأشكال وربما بأسأل المختلفة